فإذا هل هو عامل إيجابي أو سلبي التلفزيون هو عامل إيجابي وهو عامل سلبي في نفس الوقت التلفزيون أو القنوات الفضائية المسيحية هي تعتبر سلاح ذو حدين السلاح أنه فعلا بتوصل الكلمة وبتصل إلى بيوت إلى أماكن لم تصلها قط الكنيسة وما كانت تتجرأ أنه تصلها اليوم هذه البرامج بتصل لكل أنحاء العالم تصل إلى كل الدول التي تمنع دخول المسيحية تمنع دخول الإنجيل وتمنع التبشير بيسوع المسيح عم تصلها رسالة المسيح بالدليل أنه كتير ناس من زمان قبل الإعلام كان ما عندها فكرة أنه مجرد تقول مثلا مسيحي كافر خلاص الكل يؤمن أنه كافر المسيحي بآمن بثلاث آلهة الكل يؤمن اليوم المسيحي عم منشرح عن العقائد المسيحية عم منوضح الفكر الإيماني وأساسيات الإيمانية في ذهننا لكل مشاهد فهو عامل إجابي أنك أنت بتوصل الكم الهائل من المعلومات واليوم عن طريق الإنترنت والسوشال ميديا فيه كم هائل من المعلومات اللي بتصل للمشاهد لكن السلبة إذا الميديا المسيحية استخدمت في الصورة الخطأ بتكون طبعا أشر من أي شيء آخر اليوم مثلا في نفس القناة الواحدة ممكن المشاهد يسمع عدة أفكار وهذا مش غلط لكن لما بيصل إلى حالة بلبلة من خلال الفكر مش عم بيميز إيش الشيء وعم بيت بلبل فطبعا مش عم نوصل الفكر الواضح